بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هذه الشريعة العظيمة شرعها الله لهذه الأمة وفيها صلاح هذه الأمة وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة ولما كان المتكلمون في العلم باجتهاد منهم من العلماء والوعاضي والموجهين كان لا يسلم الواحد منهم من زلة أو خطأ على ما جبل عليه الإنسان من ضعف وتقصير شرع الله لهذه الأمة وهذه الأخطاء التي تقع من المتكلمين في الدين متنوعة باعتبار مقاصدها وباعتبار قوتها وضعفها وباعتبار المتكلمين بها فقد يتكلموا بالباطل كافر من حد يريد الصد عن الدين وقد يتكلموا بالخطأ عالم جليل يريد الصواب لكنه أخطأ في تقريره وقد يتكلموا بالخطأ مبتدع ملبس الصلاة البدع وقررها ولوى أعناق النصوص لتقريرها ولهذا كان الرد على المخالف أصل عظيم من أصول هذه الشريعة وهو في مقابل تقرير الحق فإن هذا الدين مبناه على أمرين بيانوا الحق ليعمل به وبيانوا الباطل ليحذر وقد اجتمل الكتاب والسنة على هذين الأصلين على بيان الحق والإرشاد إليه وعلى بيان الباطل والتحذير منه وموضوع حديثنا في هذه المحاضرة كما سمعتم هو الرد هو الرد على المخالف وبيان حقيقته ومنزلته وما يتعلق به من مسائل وحديثنا وحديثنا عن هذا الموضوع الهام متشعب ولكن أختصر الحديث في عدة نقاط أجملها قبل الدخول في تفصيلها فسيكون الحديث عن حقيقة الرد على المخالف ثم بيان أهمية الرد على المخالف وبيان منزلته من الدين ثم بيان مقصد الشريعة من مشروعية الرد على المخالف ثم بيان شروط وآداب الرد على المخالف سنتعرض لعدك نقاط الإخلاص لله في الرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه الأهلية لمن يقوم بالرد العدل في الرد وتجنب الظلم الخامس اللا يترتب على الرد على المخالف فتنة وفساد يرجح على مفسدته الإعراض ثم نتعرض لتقييم المخالفة ومدى أثرها قبل النظر في الرد عليها أو السكت عنها والضابط في ذلك يرجع إلى مراعاة عدة أمور الأمر الأول مدى خطورتها باعتبار جنسها كالمقالات المشككة في أصول الدين وأصول الاعتقاد الأمر الثاني مدى تأثيرها على المسلمين والافتتان بها الأمر الثالث بيان الموقف من زلات العلماء وما هو المنهج الصحيح في التعامل معها الأمر الثالث بيان المقالات المرجوحة من أقوال العلماء والمنهج الصحيح في التعامل معها ثم نتعرض لطريقة الرد على المخالف وأصول الرد نتعرض لعدة نقاط النقطة الأولى نقل كلام المخالف بدقة وعدل الثاني استظهار مذهب المخالف قبل الرد عليه الثالث تفنيد المخالفة وهل هي من الباطل المحض أم مركبة من حق وباطل الرابع تقييم المخالفة وهل هي مجتملة على ألفاظ مجملة أم صريحة الخامس النظر في الحجة التي يحتج بها المخالف السادس النظر في طريق الاستدلال للمخالف السابع دراسة المقدمات التي يبنى عليها الاستدلال كما هو معلوم عند أهل الفن سابعا ذكر نماذج تطبيقية للرد على المخالف النموذج الأول للقياس الباطل نموذج الثاني للجهل بمدلول كلام الشارع الثالث الحيدة عن موطن الاستدلال الرابع تقدير اللوازم غير اللازمة نشرع في التفصيل في هذه الموضوعات بدءا ببيان حقيقة الرد على المخالف الرد على المخالف هو إبطال ما بدل وحرف من أمر الدين بالزيادة أو النقص بتكذيب كافر أو تأويل زائر أو إحداث مبتدع أو اشتباه جاهل أو زلة عالم وكشف ذلك ودحظه بالحجج الشرعية والأصول المرعية المأثورة عن سلف الأمة وآئمة أهل السنة فإذا الرد على المخالف هو إبطال الباطل مما يتعلق بأمر الدين على تنوع في هذا الباطل فقد يكون بتكذيب كافر ملحد يرد النصوص وقد يكون هذا بتأويل زائغ منحرف وقد يكون بإحداث مبتدع وقد يكون هذا الخطأ باشتباه جاهل وقد يكون هذا الخطأ ينشأ عن زلة عالم ومع هذا لابد أن يبين الخطأ ثم كشف ذلك بالأدلة الشرعية الرد يقوم على إعادة الأمور إلى أصولها وإلى الأدلة الشرعية التي تكشف الباطل وتقرر الحق أهمية الرد على المخالف ومنزلته من الدين الرد على المخالف واجب شرعي أوجبه الله على القادلين عليه وهو داخل في ميثاق الله الذي أخذه الله على أهل العلم كما في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فهذا ميثاق الله أخذه على أهل العلم أن يبينوا الدين وأن يبينوا الكتاب ولا يكتمونه لا يجاملون في دين الله لا يقرون عالم على الزلة مهما بلغت منزلته ولو كان الحق جاء به مبطل أو زائغ فأصاب مرة فإنه لا يرد الحق الذي جاء به المبطل لبغضنا له إذن هو ميثاق عظيم أخذه الله على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن يبينوا الدين وأن ينصحوا للناس وقد دل على الرد على المخالف الحديث العظيم الحديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد إذن هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد هؤلاء الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يحدثون في دين الله يوجهون الشباب إلى أمر ويخالفون يأمر الله بشيء يخالفون أمر الله فهؤلاء يجب جهادهم من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن من جاهدهم بيده فهو مؤمن من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد أي في هذا المقام ليس وراء ذلك من الإيمان الواجب هنا وليس وراء إنكار القلب شيء فدل على جهاد هؤلاء باللسان وبما يستطيع الإنسان بالقلم وتصطير الكتب في الرد على هؤلاء ومما جاء عن السلف في هذا قول الأوزاع رحمه الله إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة لأن العوام تخفى عليهم هذه البدع فإذا أحدثت البدع وسكت عنها العلماء وشاعت في مساجد المسلمين وسكت عنها العلماء أصبحت سنة عند الناس كما يحصل كثير من العوام اليوم يحدثون أمورا كثيرة في دين الله استحسانا وحبا للخير لكن مخالفة للسنة فهذه إذا سكت عنها العلماء شاعت في الناس وتقادم عليها الزمان حتى يأتي على الناس زمن يظنون أنها من السنة قال الشيخ الأسلام من تيمية إذا كان المتكلم داعيا إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق يعني انظروا إلى فقه العلماء يقول الشيخ الأسلام من تيمية إذا أحدث مبتدع بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس ودفع شر هذا أعظم من دفع شر قاطع الطريق لأن قاطع الطريق يأخذ أموال الناس قد يعتدي عليهم بالقتل في أبدانهم وهذا يفسد أديان المسلمين يفسد عليهم عقائدهم ودينهم وهلاكهم بالبداء أعظم من هلاكهم بقطاع الطريق كلام العلماء في هذا يطول ونكتفي بما تقدم أيضا كلمة لإمام بن القيم يقول رحمه الله فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا لجهاد المنافقين والملبسين أعظم من جهاد الكفار والذين يقومون به هم أفراد وهذا قريب مما ذكره شيخه شيخ الإسلام بن تيمية قريب من كلام بن القيم أنه ذكر أن جهاد الكفار قام به كثير من المسلمين على مدى العصور لكن جهاد أهل البدع بالحجة والبرهان فقل قليل من الناس الذين يقومون بهذا الأمر لأن هذا الجهاد يحتاج إلى علم وإلى فقه وإلى سعة اطلاع وإلى ضبط المسائل وذكاء وفطنة كما سيأتي في أداب الرد على المخالف فقل قليل من العلماء الذين يقومون بهذا الأمر ثالثا مقصد الشريعة من مشروعية الرد على المخالف ما هو مقصود الشارع لما شرع لنا الرد على المخالف ما شرع الله لهذه الأمة شيئا إلا وله في ذلك حكمة والمقصود الشرعي من الرد على المخالف هو النصح للمخالف أولا حتى يرجع عن خطأه وثانيا النصح للأمة بتحذيرهم من هذا الخطأ حتى لا يتابعوا المخطئ عليه وليس من مقصود الشارع من الرد على المخالف عقوبة المخالف لأن بعض إخواننا إذا رد يستحضر وهو يكتب أو يرد أن هذا المخالف لا بد أن يعاقب ليس من مقاصد الرد على المخالف العقوبة العقوبة لها شأن آخر نعم المخالف قد يعاقب لكن من الذي يعاقبه ولي الأمر الذي يقوم على سجنه وجلده وتغريبه كما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفائه أنهم جلدوا وسجنوا وغربوا فقد يشرع عقوبة المخالف قد تشرع لكن تكون لمن له قدرة على ذلك من الولاء والأئمة والقضاء أما العالم الذي يتصدى للرد على المخالف ليس من مقصود الشارع في الرد على هذا المخالف أن نعاقبه أو أن نعرضه إلى أمر يتعرضه لعقوبة وإنما المقصود هو بيان خطأه نصحا له وتحذيرا للأمة منه ولهذا ينبغي أن يتسم الرد على المخالف بعدم الخروج عن الموضوع وأن تكون المناقشة للخطأ ولا يحسن التشفي والسب والشتم فإن هذا ينفر الناس ينفر الناس من هذا الأمر لو كان الرد على كافر وأطلق الرد عليه لسانه بذمه لنفر الناس من الرد ولو كان كافرا لأن الناس جبلوا على محبة اللين والرفق ثم ليست القوة في الرد على المخالف بالسب والشتم وإنما القوة ببيان العلم تفند الشبه يرد عليها من وجوه كثيرة كما فعل هذا العلماء الراسخون الذين قاموا بهذا الواجب العظيم وانتفعت الأمة بكلامهم وبكتبهم قال شيخ الإسلام من تيمية الرد على أهل البدعي إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا وإذا غلّض يعني الراد وإذا غلّض في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام إذن الرد على المخالف رحمة وإحسان ترحم هذا المخالف وترد عليه وليس المقصود التشفي وإظهار الفرح بسلته بل يحزن المؤمن للخطأ في الدين لكن لا بد أن يرد على المخالف ويقصد بذلك الإحسان إلى هذا المخالف ويقول الشيخ الإسلام رحمه الله فلا يحل للرجل أن يقف ما ليس له بعلم ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب أي في الرد على المخالف إلا قاصداً بذلك وجه الله وأن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما ثم يقول رحمه الله وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة أهل العلم وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم كما قال تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إذن وصف أهل العلم بثلاث صفات العلم والعدل والرحمة فينبغي أن يتسم الرد على المخالف بالعلم والعدل لا يظلم وأن يكون رحيماً بمن يرد عليه لا ينفره من دين الله ولكن هذه الرحمة لا تعني التهاون في الحق ولكن يقرر الحق ومن الرحمة بالمخالف أن ترشده إلى الصوا لا أن توافقه على الباطل ثم بعد ذلك ننتقل إلى شروطي وآداب الرد على المخالف الرد على المخالف أصل عظيم لا بد له من شروط كل عبادة لا شروط الصلاة لا شروط الحج له شروط الزكاة لا شروط العبادات كلها لا شروط لا تصح إلا بها فكذلك الرد على المخالف له شروط من هذه الشروط أولاً الإخلاص لله في الرد وأن يكون الباعث على الرد نصرة الدين ودحض الباطل وإرادة الإصلاح والنصح للمخالف كما قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ومما يدل على الإخلاص في الرد على المخالف ما جاء في الصاححين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلاً جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنى الرجل يقاتل للذكر يعني حتى يذكر الرجل يقاتل كي يرى مكانه فمن في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا في جهاد من في جهاد الكفار في جهاد بالسيف فكذلك الجهاد بالقلم الجهاد باللسان من تكلم في المخالفين ليرى مكانه ليذكر ليشتهر ليقال أنه شديد على أهل البدع ليمدح فهذا خاسر متزين بغير ما أمر به إنما أراد أن ينتصر لنفسه وأراد أن يتزين بهذا الأمر ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله الثلاثة قارئ وشجاع ومنفق كريم فيبعثون ويسألهم الله عز وجل فيقول القارئ قد تعلمت القرآن وعلمته فيك يقال كذبت إنما قرأت لي وقال قارئ وقد قيل كذلك يقال للسخي إنما أنفقت لي وقال جواد كريم وقد قيل وكذلك يقال للشجاع إنما قتلت ليقال شجاع وقد قيل لاحظوا هذه الجملة وقد قيل لا ننخدع في الدنيا بما يقال يقال عليك مجاهد يقال عليك عالب يقال عليك متبحر في العلم لا تغتر بهذه الكلمات قد يكون الأمر على غير ما هو عليه في الدنيا وقد قيل هؤلاء أول من تسعر بهم النار فعلى العاقل أن يحرص على نفسه وأن يتخذ لذلك اليوم عدة نحن في اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل لن يدخل القبر معك أحد لن يحاج عنك بين يدي الله أحد ستبقى فريدا رهينا العمل رهينا الصحف وما دونت فيها فالعاقل لا يتكلم بكلمة إلا ويعلم له حج عند الله إذا قيل له ما الذي أردت بها يقول يا رب أردت بها وجهك أردت بها ما عندك فعند ذلك إن صدق فأجره عند الله عظيم إذا لا بد من الإخلاص في الرد على المخالف وعدم الخروج عن هذا الأصل لنزغات الشيطان يرد على المخالف لأنه خصم له لأن بينه عداوة لأن خطأه مرة فلا بد أنه خطأه يرد عليه لأنه ليس بصاحب الله ويغض الطرف عن أصحابه وطلابه هذا ليس من الدين فيه شيء الرد على الخطأ لأنه خطأ قال به من قال سواء كان قريباً أم بعيداً ولكن يكون بعلم وعدل فإذا هذا هو رأس المال وهذا هو أصل الأصول في كل عمل صالح أن يضبط بالإخلاص لله عز وجل وأن يضبط طالب العلم الإخلاص قبل أن يرفع القلم بالرد أو قبل أن يتكلم بكلمة واحدة يعلم من الذي أراد بهذا الأمر الأمر الثاني والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الرد على المخالف أن يكون متابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في الرد على المخالف يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعباً إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طامع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة واحتجوا عليه بما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة ثم ذكر بعد ذلك أنه تدبر عامة ما يحتج به أهل الباطل على أهل السنة فوجد أن هذا لأخطاء وقع فيها أهل السنة قوي أهل الباطل بأخطاء أهل السنة وهكذا الكفار اليوم إنما يتقوون علينا بضعفنا في ديننا أما إذا استقمنا على ديننا اعتقاداً وعملاً وأخلاقاً وسلوكاً فلا قدرة لأحد علينا نحن منصرون من الله إن تنصر الله ينصركم النصر في مقام الضرب السيف والسنان والنصر في مقام الحج والبرهان نحن منصرون لكن بشرط أن نحقق النصر أن ننصر الله أن نصدق الله في كلامنا وأقوالنا وأن نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الشرط الثالث الأهلية وهي القدرة على الرد على المخالف فليس كل من لديه علم يستطيع الرد على المخالفين كما قال بعض العلماء كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادلة كل مجادل عالم يعني كل من يرد على أهل البدع المخالفين هو عالم ولكن ليس كل عالم مجادلة قد يكون عالما لكن لا يستطيع الرد على المخالفين لأن الرد على المخالف علم يتطلب أصول أخرى غير معرفة الحق كثير الآن من الناس يعرف مثلا التوحيد ويقرره ولكن هل لديه قدرة يرد على الشبه التي أحدثها أهل البدع وأهل الباطل لا يقدر على هذا إلا العلماء الراسخون الأهلية للرد على المخالف تتطلب عدة أمور أولا التمكن من العلم الشرعي تمكن من العلم الشرعي الرد على المخالف لا يكون بأهواء الجاهلين وإن كان هذا الجاهل له إخلاص وصدق لكن إن لم يتسلح بالعلم فإنه لا يجوز له أن يرد على المخالف ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية وقد كانوا ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا من علوج الكفار فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة يعني لا يتصدى رجل ضعيف لعلج من علوج الكفار شجاع قوي فيقتله فيكون هذا سبب لضعف المسلمين كذلك الرد على المخالفين لا بد أن يتصدى له أهل العلم أيضا مما يشترط للرد على المخالف الدربة على المجادلة والمناظرة المناظرة فن تحتاج إلى تدرب تحتاج إلى معرفة معرفة المقدمات كيف يفند الشبه كيف يرد عليها لأن المخالف يلقي شبه لكن هذه الشبه تحتاج إلى تفصيل أحيانا تبنى على مقدمات منها ما هو صحيح منها ما هو باطل فلا يأتي يقول هذا الكلام كله باطل ويسب ويشتم لا لا بد أن يكون محققا مفصلا في مقالة المخالف ثم بعد ذلك يبني رده على علم كذلك لا بد أن يكون متسلحا بسلاح اللغة والبيان والفصاحة ولهذا قال الشافعي قال الربيع للشافعي من أقدر الفقهاء على المناظرة قال الشافعي من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ لم يتلأثم إذا رمقته العيون من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ لم يتلأثم إذا رمقته العيون لأن الذي هو على ثقه يقين بكلامه وبقوله وبلفظه لا يلتفت يمنة ويسرى وينظر هل وافقه الناس أم لا لكن الذي هو في شك تجي أنه يتكلم ثم ينظر إلى الناس من وافقه ومن خالفه الأمر الثالث سرعة البديهة الرد على المخالف يحتاج إلى سرعة بديهة لأن بعض العلماء هو عالم لكن الإجابة لا تأتيه إلا متأخرة فهذا لا يصلح للمناظرة وقد يصلح للكتابة التي فيها تأني فسرعة الرد على المخالف يحتاج إلى سرعة بديهة أذكر شاهداً لهذا حصل للحافظ ابن حجر رحمه الله كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يسير في موكب عظيم في مصر وتعرفون مصر فيها الأقباط والنصارى فتعرض له نصراني قال أنتم ترون عن نبيكم أن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها يعني نصراني فقير معدى قال أي سجن أنت فيه في هذا الموكب العظيم وأي جنة أنا فيها فبادره ابن حجر رحمه الله بإجابة سريعة وهو في الموكب قال أنا بالنسبة لما سأنتقل إليه في سجن وأنت بالنسبة لما ستنتقل إليه في جنة فأجابه هذه سرعة بديهة من غير إعداد فالإجابة والرد على المخالف تحتاج إلى سرعة بديهة وهذه يعرفها حتى الناس في مجالسهم أن بعض الناس سريع البديهة وبعضهم بطيق قد يكونوا عالما لكنه لا يستحذر الإجابة فالرد على المخالف يحتاج إلى سرعة بديهة وإلى يقضى كذلك من أداب الرد على المخالف الذكاء والفطرة فإن أحيانا قد يرد الرجل على المخالف بتنبه لبعض ما يذكره في كلامه كذلك من أداب الرد على المخالف العدل كما تقدم فلابد لمن تصدى للرد على المخالف أن يكون عدلاً لا يخطئ صواباً ولا يصوب خطأ وإنما يعدل في المخالفين كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى فظلمهم لنا وبغضنا لهم لا يحملنا على أن نخطئ صوابهم لو تكلم يهودي أو نصراني أو مجوزي بكلمة وهي صحيحة فنحن لا نخطئ الصواب ولو تكلم عالم جليل وصحابي جليل بكلمة هي خاطئة فحبنا لسلفنا ولعلمائنا لا يعني أن نصوباً الأخطاء أيضاً من الأداب في الرد على المخالف أن لا يترتب على الرد على المخالف فتنة وفساد يرجح على مفسدة السكوت عن الخطأ هذه مسألة مهمة ليس كل ما قالت ترد وإنما ترد المخالفة برد يذهب المفسدة وترجح فيها المصلحة أما إذا كان الرد يحدث فتنة أعظم ومفسدة أعظم من الخطأ فإن هذا لا يجوز مثال ذلك لو أن رجلاً أتى لمسجد من المساجد وصلى في وقت النهي والصلى في وقت النهي يعني فيها خلاف ذوات الأسباب كتحية المسجد فأنكر عليه عالم يرى أن لا يصلي أو صلى والعالم يرى أنه لا يصلي أو لم يصلي والعالم رأى أنه يصلي فأنكر عليه ثم ارتفعت الأصوات واجتمع الناس ولربما تعطلت الجماعة بسبب هذه الخصومة هل هذا الإنكار شرعي لا لأن هذا ترتب عليه الإنكار في مسألة خاصة قد يسعى الخلاف فيها وترتب عليها من الفساد والخصومة وانشغال الناس عن الذكر والقراءة بل لربما تعطلت الجماعة وتأخرت السلاة وحصل شجار في المسجد وارتفعت الأصوات هذه مفسدة عظيمة يعني لا يجوز أن ينكر المنكر بما هو أعظم منه إذن هذه المسألة لا بد أن تراعى في هذا المقام وهو أن يكون الرد مزيل للمخالف ولا يترتب عليه منكر أشد من المنكر الموجود كلام العلماء في هذا يعني كثير من ذلك قول الشيخ الإسلام بن تيمية وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين سواء كان قولا أو فعلا ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر عن جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول وأما إن كان ذلك أيضا متأولا فخطأه مغفور وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك فإذا صبر على ذلك واتق الله كانت العافية إذن ليس كل مبطل تكلم بكلمة باطلة يجاب وقد يكون هذا من البلاء أن يبتلى عالم بجاهل يتلفظ عليه ويتكلم فلا يجيبه بكل شيء ويقول رحمه الله يقول الشيخ الإسلام فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإنكان فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا وهذا يدخل فيه الرد على المخالف الأمر الرابع تقييم المخالفة ومدى أثرها للنظر في الرد عليها أو السكوت عنها كما قلنا ليس كل مخالفة ترد فلابد من تقييم هذه المخالفة فالأقوال المخالفة للدين لا تدخل تحت الحصر ولكن يراعي هذه المخالفات باعتبار عدة ضوابط الضابط الأول مدى خطورتها مدى خطورة هذه المخالفة فإن كانت من المقالات المشككة في أصل الدين أو المخالفة لعقيدة أهل السنة أو المؤثرة في عبادتهم فإن هذه من المقالات التي ينتشر فسادها ويعظم شرها فلابد من التصدي لها وأما إن كانت دون ذلك فإنه لا ينبغي له أن يشتغل برد كل شبهة وللعلماء في هذا كلام يطول في أن العالم لا يشتغل برد كل مخالفة وإنما ينظر في أثر المخالفة الأمر الثاني مدى تأثيرها على المسلمين والافتتان بها فإن كانت المقالة مؤثرة على الناس يرد عليها وإن كانت غير مؤثرة ولو كانت هي خطيرة باعتبار جنسها يعني كان تكون مقالة لأحد الضلال لكنها ما انتشرت في المسلمين وهم في عافية منها وكثير منهم لم يعلمها فإنه لا ينبغي أن تخرج وتظهر ثم يقول نرد عليها ككثير من المقالات الآن المغمورة في الكتب ما اطلع عليها كثير من العامة فيأتي الآن طالب علم ينقب عنها من بطون الكتب ويقول سأرد عليها هذه فتنة فهذه المقالات المغمورة في بطون الكتب كثير من الناس ما اطلعوا عليها فإذا تصد لها من ينقب عنها ويخرجها للناس فإن هذا سيؤدي إلى انتشار هذه الأخطاء عن طريق كتب الردود الأمر الثالث زلات العلماء زلات العلماء لا بد أن ينظر فيها بعين العدل والإنصاف وزلات العلماء على قسمين القسم الأول أن تكون هذه الزلة مغمورة ولا تتكرر في كلام العالم بل لربما وجدت في كتاب أو في شريط ولم تتكرر ولم يتأثر الناس بها فهذه لا ينبغي أن ينقب عنها بعض الناس الآن ينقب عن العلماء كل ما زل حالم زلة أحصاها ولربما أحصى زلات العلماء في كتب قال هذه أخطاء فلان وأخطاء فلان وأخطاء فلان والعلماء لا يسلمون من الزلات فجمعها فتنة وإشاعة لهذه الأخطاء فهذه إذا كانت مغمورة وهي لربما كانت من سبق اللسان والمتكلم لا يعتقدها ولا يقررها ولا يذب عنها ولا ينشرها ولا يدعو إليها فهذه لا ينبغي أن تخرج للناس النوع الثاني أن يتبنى العالم الدفاع عن هذه الزلة ويعتقدها ويدافع عنها ويصنف فيها وينشرها في الناس فهذه لا بد من الرد عليها ولكن يكون الرد أيضا بمعرفة مقام العالم لأن قلنا أن هذه من سلات العلماء هو عالم من أهل السنة لكنه أخطأ وتبنى هذه المسألة الخاطئة يظن أنها صواب فألف فيها ونشرها في الناس فلا بد أن يرد على هذا الخطأ ولكن يكون هذا بعلم وعدل وإنصاف ومعرفة مقام هذا العالم الذي أخطأ أيضا لا ينبغي أن تكون هذه الزلات ذريعة للتجريح والتبديع والهجر للعلماء ولهذا درج العلماء على أن العالم من أهل السنة إذا كثر صوابه وقل خطأه فإنه ممدوح لا يذن وأنقل بعض النقول عن بعض الأئمة يقول سعيد بن المسيب ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله وقال ابن عبد البر لا يسلم العالم من الخطأ فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل ويقول عبد الله بن المبارك إذا غلبت محاسم الرجل على مساوئه لم تذكر المساوي وإذا غلبت المساوي على المحاسم لم تذكر المحاسم وقال الشافعي لا أعلم أحدا أعطى طاعة لله لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا عليه السلام ولا عصى الله فلم يخلطه بطاعة فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل وإذا كان أغلب المعصية فهو المجرح ويقول سفيان الثوري ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط وإن كان الغالب عليه الغلط ترك ويقول الشيخ الإسلام بن تيمية على هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركموها جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا ينهو عن منكر بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن كان المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما هذا مختصر من كلامه رحمه الله ويقول ابن القيم ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين ويقول الذهبي في ترجمة قتادة إن الكبير من أهل العلم إذا كثر صوابه وعلم تحره للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسي وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطأه ونرجو التوبة من ذلك ويقول رحمه الله ونحب السنة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع الصفات الحميدة ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ وإنما العبرة بكثرة المحاسن ولا يزال هناك نقول عن هؤلاء الإم هؤلاء إمة السلف يقول الرجل إذا كثر صوابه فإنه لا ينقب عن أخطائه واليوم أصبح بعض المنتسبين للسنة إذا وجد زل لعالم اجتهد في العلم ونشر العلم وجد زل أسقطه وحذر منه وهجره وأوصى بهجره وهجر من لم يهجر فهذه فتنة وعلى هذا لن يبقى لنا عالم ما من عالم إلا وله زل وما من عالم إلا وله خطأ ولهذا العلماء كانوا أغير على الدين مننا لماذا لم يتصدى بنتيمية ويؤلف في من أخطى من المفسرين كابن الجوزي والقرطبي وغيره ولماذا لم يتصدى العلماء المعاصرون الكبار في الرد على أخطاء العلماء قديما لأنه إذا أسقط العلماء في أعين العامة ذهب الدين إنما يرد على أهل البدع وكذلك العالم إن كانت له زلة ونشرها وذب عنها وأظهرها للناس فإنه يرد عليه برفق ولا تهدر مكانته فيقال أخطى في هذه المسألة ويبقى مقامه محفوظ بين أهل السنة هذا أصل عظيم وهذه النقول ليست عن المعاصرين لأن هناك من يشكك في هذا الأصل ويظن أنه منهج حادث وأن هذا تمييع وتضيع بل هذه النقول السلف وأئمة أهل السنة من المتقدمين وكبار العلماء المحققين يقررون هذه المسائل ثم بعد ذلك ننتقل إلى طريقة الرد على المخالفة أيضا المسائل المرجوحة ذكرنا زلات العلماء هناك مسائل مرجوحة المسائل المرجوحة هي المسائل المختلف فيها والحق يتردد بين الصواب والخطأ ولا يكاد العالم يجزم بأن هذا صواب مئة في المئة أو أن هذا خطأ ولكن هو يرجح شيء والآخر يرجح شيئا ولهذا قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد هذه مسائل اجتهادية نعم يرجح العالم ما يراه ولكن لا ينبغي أن يتصدى لمن خالفه في الاجتهاد ويصنف الكتب في الرد عليه ويضل له ننتقل بعد ذلك إلى طريقة الرد على المخالف وكيف تفنت المخالفات هناك عدة طرق ولا بد أن يسلكها من تصدى للرد على المخالف الطريقة الأول نقل كلام المخالف بدقة وعدل وإنصاف والحذر من بتر الكلام أو تغييره أو انتزاعه من سياقه الذي يدل عليه يعني إذا رددنا على المخالف لا يجوز لنا أن نبتر كلامه ولا أن نسقط بعض كلامه ولا أن نحذف من كلامه ما يبين مقصوده من كلامه بل ننقل كلامه بعدل وإنصاف لأن المقصود هو بيان الخطأ هذا له فائدتان الفائدة الأولى أن هذا من الإنصاف الذي أمر الله به كما تقدم في النصوص الأمر الثاني أن المردود عليه من المخالفين لو بتر كلامه وكتب ردا على من رد عليه لكانت هذه فضيحة في أن من أهل السنة من يبتر الكلام من يغير ومن يزور ولهذا بحمد الله ما ظهر أهل البدع على أحد من أهل السنة لأنهم يلتزمون هذا الأصل لكن الآن وجد من ينتسب للسنة للأسف وقد يسلك هذا المسلك يبتر الكلام ويغير ولربما حتى في الردود على المنتسبين للسنة يغير الكلام ويزور ويلبس هذا ليس من طريق العلماء الصادقين وإنما هو من تحريف أهل البدع وأهل السنة ليس لديهم هدف وليس لهم مقصد في أن ينسب الخطأ لفلان وإنما هدفهم إذا وجد الخطأ يرد عليه الطريق الثاني استظهار مذهب المخالف قبل مناظرته استظهار مذهب المخالف هذا أمر مهم جدا لأنه لا يمكن أن ترد على أحد المخالفين وأنت لا تعرف مذهبه وأدلته وطريقة الاستدلال عنده ولهذا قد تحتج عليه بحجة أنت لا ترها حجة ولكن هو يلزم بها لأنه عنده حجة مثل من يرى أن قول الأئمة أقوال الأئمة معصومة نحن لا نعتقد العصمة لأحد من الأئمة والعلماء إنما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن من يعتقد أن إمامه معصوم فقد تلزمه بقول عالمه وإمامه لأنه يلتزم هذا فإذا لا بد من استظهار مذهب المخالف مثال ذلك لو احتج علينا رجل بحديث أحاد وهو ممن لا يرى الاحتجاج بأحديث الأحاد فنقول نحن نحتج بأحديث الأحاد إذا صحا لكن أنت ليس لك أن تحتج بأحديث الأحاد لأن أحديث الأحاد عندك وعند علمائك ليست بحجة في مسائل الاعتقاد فهذا يكون بمعرفة أصول المخالف فقد تظهر عليه بأن نقضي عليه من خلال أصوله التي يقررها ولهذا قال الشيخ يحيى العمران رحمه الله قال قيل من لم يطلع على دلائل خصمه لم يقدر على قطعه وقصمه من لم يطلع على دلائل خصمه لم يقدر على قطعه وقصمه فإذن هذه مسألة مهمة الأمر الثالث تفنيد المخالفة وهل هي من الباطل المحض أم مركبة من حق وباطل إحيانا تكون المقالة مركبة وسأذكر مثالا لو قال من يرى الاحتفال بالمولد لاحظوا الحجة التي يحتاج بها من يرى الاحتفال بالمولد يقول الاحتفال بالمولد أو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من محبته التي نتقرب بها إلى الله وفيه أي في المولد إلقاء الدروس والتذكير بسنته وسيرته لنتأسى به فيها هذه حجته يقول المولد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونلقي فيها الدروس التي نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فيقال في الجواب هل يقال أن هذا كلام باطل ومردود لا كلام هذا فيه حق وباطل فيقال في الجواب هذا الكلام مركب من حق وباطل أما الحق الذي فيه فهو مشروعية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرب لله بذلك فهذا حق لا ننكره ونحن نتقرب لله بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم محبة تتقدم على محبة الوالد والولد والنفس والناس أجمعين وكذلك إلقاء الدروس في التذكير بسنته هي مشروعة للأمة وأهل السنة يمتثلونها ويباشرونها وأما الباطل في كلام المتكلم فهو دعوة أن الاحتفال بالمولد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باطل فإن من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته والاحتفال بالمولد بدعة محدثة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه ولا فعله أحد من أصحابه ولا من التابعين بل ولا في القرون الثلاثة المفضلة وأما إقامة الدروس والتذكير بالسنة فنحن لا ننكر ذلك لكن ننكر أن يخص المولد بإحداث درس لأن الدروس تكون في كل وقت أما أن يخص المولد بدرس فهذا يدخل في البدع الإضافية إذن لاحظوا كيف تكون الشبهة مركبة فإذا جاء من ردها قال انظروا هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المولد من محبة يقولون هذا باطل لا نفند هذه الشبهة الطريق الرابع تقييم المقالة وهل هي مجتملة على ألفاظ مجملة أم محتملة مثال ذلك لو جاء رجل قال الله ليس في جهة وقال آخر بل الله في جهة فإذا هذا اللفظ الجهة فيه إجمال ولهذا لا يمكن أن نقول لمن يقول أن الله في جهة أنت مصيب أو مخطئ أو اللي يقول أن الله ليس في جهة أنت مصيب أو مخطئ بل نقول الجهة لفظ مجمل فقد يراد بها جهة علو أو جهة سفل فإن أريد بها جهة سفل فالله منزع عنها وإذا أريد بها جهة علو فيمنقسم إلى قسمين إما جهة علو لا يحاط بها وإما جهة علو يحاط بها كأن تكون السماوات هي كالظرف له وهو داخل فيها فهو منزع عن ذلك إذن نفند هذه الألفاظ المجملة التي يحدثها الآن الناس مثال ذلك مما يتردد الآن في الإعلام يقولون الدعوة السلفية تحتاج إلى تجديد الخطاب إلى تجديد الخطاب فيأتي بعض أخواننا ويقول هذا باطل وهذا الزندق وبعضهم يقول صحيح ينبغي أن نفصل نقول ما الذي تريد بتجديد الخطاب فإذا تريدون بتجديد الخطاب والاستفادة من الوسائل والمذياع والتلفاز والإذاعة والمكبر والوسائل المخترعات الجديدة لنوصل الكلمة فنحن نستفيد من هذا وإذا تقصد بتجديد الخطاب أن نعرض عن الكتاب والسنة وعن أقوال سلف الأمة ونستعيض عنها بالقصص والمخاريق والأناشيد والأباطيل فليس هذا من التجديد بل هذا باطل إذن نحن نقر التجديد في شيء ونرده في شيء فإذا كان التجديد هو تجديد في الوسائل التي توصل الكلمة نحن استخدمنا هذه الوسائل ولا نمنع منها لكن إذا كان المقصود الوسائل الشرعية التعبدية مثل خطبة الجمعة نجعلها في الأسبوع مرتين أو نلغيها نحن ننكر هذا بل نتزم بهذه الوسائل التعبدية الأمر الخامس النظر في الحجة التي يحتج بها المخالف هل له حجة بدليل شرعي أم عقلي أم منطقي أو قياس فلا يمكن أن ترد عليه حتى تعلم حجته قد يحتج بحديث ضعيف أو موضوع فيكفي فالرد عليها أن تقول هذا الكلام مبناه على حديث باطل موضوع وقد يحتج بقياس وتبطل القياس فلا ينبغي الرد على المخالف حتى تعلم ما أخذه وحجته الطريق السادس النظر في طريق الاستدلال فقد يكون الدليل صحيحا والاستدلال به على تلك المسألة باطلة يعني ليس كل من احتج بالكتاب والسنة هو محق قد يكون دليله صحيحا ولكن الخطف الاستدلال ففرق بين صحة الدليل وبين صحة الاستدلال الطريق السابع دراسة المقدمات التي يبنى عليها الاستدلال مشهور عند المناطق أنهم يثبتون كلامهم على مقدمتين أو أكثر ونتيجة وهذه لا بأس أن نستفيد خصوصا في الرد على الفلاسي وعلى المتكلمين من هذه الطريقة وهو أن الكلام يبنى على مقدمات لا بد أن ندرس هذه المقدمات مثال ذلك لو قال من ينكر الصفات نفي الصفات عن الله وإثبات الصفات لله عز وجل كفر ثم يقول هذا مبني على مقدمات المقدمة الأولى الصفات لا تقوم إلا بجسم المقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة النتيجة أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل والتمثيل كفر فالواجب نفي الصفات يكون الرد نقول هاتان المقدمتان باطلتان الصفات لا تقوم إلا بجسم هذا غير صحيح الصفات تقوم بالأجسام وتقوم بغير الأجسام يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد قارس وحر شديد ومعلوم أن الحر ليس هو جسم وإنما هو تغير في الجو المقدمة الثانية أن الأجسام متماثل هذا غير صحيح وأقرب مثال أنت الآن ترى الناس هل هم يتماثلون وهل جسم الإنسان مثل البقر أو القط أو الجمل إذن تدرس هذه المقدمات فإذا أبطلنا المقدمات أبطلنا النتيجة وبهذا يتبين أن ما بني على هذه المقدمات الباطلة أنه باطل مثال ذلك لمبتدع آخر يقول من تولى الشيخين فقد أبغض علي وهذا يبنى على مقدمتين المقدم الأولى أن من تولى الشيخين فقد أبغض علي المقدمة الثانية بغض علي نصب النتيجة من تولى الشيخين فهو ناصبي نقول المقدم الأولى باطلة من تولى الشيخين فقد أبغض علي هذه مقدمة باطلة المقدمة الثانية الصحيحة بغض علي نصب نعم بغض علي نصب ولكن أهل السنة بريئون منه من هم النواصب النواصب الذين يكفرون عليا أو يفسقون وهؤلاء مقابل الذين يغلون فيه فإذا المقدم الثاني الصحيح بغض علي النصب النتيجة أن نتولي الشيخين ليس بنصب بل الجمع بين حب علي وحب الشيخين أنه من السنة إذن دائما لا بد من التنبه إلى هذه المقدمات أيضا مما يراعى في هذا المقام استسلاف المقدمات ما معنى استسلاف المقدمات استسلاف المقدمات أن تجر الخصم إلى مقدمة هي ملزمة له مثال من ينكر أحاديث الأحاد رجل ينكر أحاديث الأحاد يقول لا نحتج بأحاديث الأحاد في العقيدة تقول له لو روى أبو بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تصدقه؟ فيقول نعم نقول هذا خبر أحاد لا الخبر الأحاد لو روى هذا الحديث العدد الذي لا يصل إلى حد التواتر وهو ما يقدرونه بعشرة فهو من أخبار الأحاد فلو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هل تصدق؟ فلابد أن يقول نعم فإذا جاء بعد ذلك قال أخبار الأحاد لا يحتج بها نقول له أنت أقررت برواية الأئمة أو الخلفاء الأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر أحاد بعد ذلك ننتقل إلى الموضوع الأخير وهو نماذج تطبيقية للرد على المخالفات نموذج الأول نموذج للقياس الباطل ودعوة الجمع بين متفرقين مثال ذلك ما ذكره القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة يقول وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً للمعاصي المعتزل يقولون الله لا يريد المعاصي وإنما صادر من قبل العبد يقول وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريداً للمعاصي هو أنه تعالى لو كان مريداً لها لوجب أن يكون محباً لها وراضياً بها لأن المحبة والرضا والإرادة من باب واحد بدلالة أنه لا فرق بين أن تقول أو يقول القائل أحببت أو رضيت وبين أن يقول أردت حتى لو أثبت أحدهما ونفى الآخر لعد متناقضا الجواب نقول كلامه مبناه على مقدمات المقدمة الأولى المحبة والرضى من باب واحد لا فرق بين أن يقول أحببت ورضيت هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية لو كان مريدا لها لوجب أن يكون محبا لها الثالثة لو أثبت أحدهما ونفى الآخر لعد متناقضا الرابعة هو لا يحب المعاصي هذا قول المبتدع النتيجة أنه لا يريد المعاصي نقول مدار كلامه كله على المقدمة الأولى وهي باطلة فالمحبة والإرادة ليست من باب واحد ونحن نلزمهم بما يقرون به وهو خلق الذوات فالله أراد خلق إبليس وخلقه وهو لا يحبه ويلزمهم على أصلهم إما نفي خلق الله لإبليس أو إثبات محبته له يعني يقول أنه لا فرق بين المحبة وبين الإرادة وهناك فرق فإن الله قد يريد شيئا وهو لا يحبه فالله عز وجل لا يحبه المعاصي وأرادها كونا ولهذا لا يحصل شيء في الكون إلا بإرادة الله أبغض الكافر وخلقه لحكمة حتى يتحقق بذلك الامتحان ولهذا نحن نفرق بين قول الرجل أحببت ورضيت فإن الإنسان قد يفعل الشيء ويريده ويرتضيه وهو لا يحبه يشرب الدواء وهو لا يحبه يذهب للطبيب ويجري له عملية جراحية من يحب الآن أن يشق صدره وأن تفتح بطنه وأن تقطع قدمه لا أحد يحب هذا لكن للمسرح المترتبة هو يريد هذا ويدفع مالا على هذا الشيء فإذن هناك فرق بين المحبة وبين الرضا إذن تلاحظ دائماً أن كثير من كلام أهل البدع مبناه على مقدمات الباطلة فهذا الكلام كله مبناه على عدم التفريق بين المحبة والرضا ولهذا نحن نقول أن الأمور الشرعية هي مستلزمة للرضا فكل ما أمر الله به شرعاً فهو يرضاه ولكن ليس كل ما أمر به كوناً فهو يحبه ويرضاه المثال الثاني للجهل بمدلول كلام الشارع كقول حلولية الجهمية يقولون إن الله بذاته في كل مكان يحتجون بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون الجواب نقول أن هذا لا يدل على أن الله بذاته في كل مكان بل هو إله في السماء وإله في الأرض كما قال العلماء هو إله من في السماء وإله من في الأرض وهذا له مثال بسيط الآن نقول الملك ملك هذه البلاد هو ملك في الرياض وملك في مكة وملك في المدينة وملك في تبوك هو ملك في كل هذه الأقطار لكن عندما نقول هو ملك في مكان كذا وكذا هل هو بذاته في هذه المناطق كلها لا لا يلزم ولهذا تقول الرجل هو محبوب في مكان كذا ومكان كذا وأما وجوده بذاته فهو في مكان آخر فإذا هذا جهل بمدلون كلام الشارع من النماذج الحيدة عن موطن الاستدلال الحيدة عن موطن الاستدلال مثال ذلك احتجاج الأشاعر على الكلام بالكلام النفسي كقول عمر زورت في نفسي كلاما فقالوا إن هذا يدل على أن كلام الله نفسي نقول هذا حيدة عن الكلام وحيدة عن الأصل فنحن لا ننكر أن الكلام النفسي يطلق عليه أنه كلام نفسي لكن الكلام المطلق ليس هو بكلام نفسي ولهذا لو قلت لرجل قبلته في المسجد ثم قبلته بعد أيام فقلت له عندما قبلتك في المسجد قلت لك كذا وكذا قال ما قلت لي قال بل قلت كيف قال قلت اختصم عظمة الخصومة قال قلت في نفسي هل هذا يعد عاقل الكلام المطلق هو إذا أطلق يشمل المعنى واللفظ ولهذا لا يوجد عاقل إذا قلت قلت لفلان إلا أنك تلفظت فهم يحيدون عن الكلام المطلق ويحتاجون لكلام النفسي المسألة الأخيرة تقدير لازم لا يلزم مثال ذلك وهذا حصل من بعض إخواننا المنتسبين للسنة في مسألة الإنكار باليد هل يستلزم الإزالة؟ فالمقرر في الأدلة إنكار باليد لا يستلزم الإزالة فقال المستدل الإنكار باليد يعني حتما الإزالة أو قصد الإزالة الإنكار باليد يعني الإزالة وقصد الإزالة قل لا يلزم لأن الإنكار باليد لا يستلزم الإزالة ولهذا أنت ترى يعني رجل يشرب الدخان أو الخمر وتأخذ الخمر أو تأخذ الدخان وتحطمه وتحرقه وتكسر آنية الخمر ثم يأتي بغيره ويشرب الخمر والدخال فالإنكار لا يعني الإزالة بل لو عندك طفل صغير وضربته على كلمة سوء ثم عاد وعاند وقال كلمة أشد منها فالإنكار لا يعني الإزالة إذن هذا تقدير للازم لا يلزم إذن المقصود هو الوقوف عند هذه المسائل والتنبو عندما يتكلم المتكلم بمقدمات فتنبه لهذه المقدمات وهذا يحتاج إلى أنام كل من يقرب كلاما باطلا لن تجد له حج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمر يحتاج إلى فطنة إلى ذكاء إلى علم إلى معرفة بمقاصد الألفاظ فعندما يتكلم بالكلمة تستوقفه عند هذه الكلمة مثال ذلك رجل الآن يدافع عن مبتدع ضال ثم يقول الكلام في العلماء لا يجوز ويأتي لنا بأدلة طويلة وكثيرة في حرمة العلماء ثم يقول وهذا الرجل من العلماء المقدمة الأولى مسلمة المقدمة الأولى مسلمة أن العلماء محترمون لكن المقدمة الثانية غير مسلمة أحد طلاب العلم مرة ذكرت مسألة لأحد العلماء من العلماء كبار وقلت كلامه مرجوح فاتصل وقال كيف تقول كلامه مرجوح وهذا فلان والعالم وكذا وكذا وبدأ يستدر قلت هذه المقدمة مسلمة لا تنزعني فيها أنا عندي هذه المقدمة مسلمة أنها عالم جليل وله قدر ومنزلته لا أنزعك فيها لكن ما هي المقدمة الثانية المقدمة الثانية هذا العالم الجليل لا يخطئ هذا لازم قولك وأنا أقول العالم الجليل يخطئ هذا من حيث التقرير فرغنا من المناقشة العامة دعنا نستفصل الآن عن المسألة الخاصة هو قال كذا والدليل وكذا فإذا أخطى لا يعني أننا نتنقصه لكن نبين الحق فالأمر يحتاج إلى هدوء ويحتاج إلى إنصاف ويحتاج إلى عدل ويحتاج إلى أدب مع المخالف حتى ولو كان المخالف ممن نبغضه التأدب في الرد هذا مطروب وهذا كتاب الله اجتمل على الرد على المخالفين وهو لم يخرج عن كونه أفضل الكلام وأحسن الكلام هو كلام الله عز وجل نسأل الله التوفيق الجميع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وأبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة